جوز كلامة يعني إذا في شي قضية باللغة العربية أنا شايفتها مو منطقية وبدي أعترض وطالب بتغييرها لمين بقدم الطلب تبعي يعني حتى تفكري بهيك شي بدك تكوني دارسي على الأقل لغة العربية ومتعمقة ومتبحرة وعملة بحث طويل عريض بكل تفاصيل من تفاصيل القضية لتكوني مؤهلة لطرحها الإشكالية هلأ أنت ليش بتعقد المواضيع؟ طيب حبيبي رح عبر عن الموضوع بمفردات تانية مشان يكون أسهل للفهم بدي أقدم اقتراح للدراسة لمين أدمه؟ بالضبط بس بظن أنه لمجمع اللغة العربية أيوة وين مقره بتعريف؟ نا والله ما بعرف بس فيك تبحبشي على الإنترنت أكيد بيطلع معيك هلأ كان في واحد بالقاهرة ويمكن في واحد بالشام بس ما بعرف إذا سكروا ولا لا بس ما قلتيلي شو القضية الإشكالية باللغة اللي عملتلك كل هالألأهاد؟ مو قضية واحدة كذا قضية أيوة وشو هنين بقى خبريني؟ تلتة رباع القواعد وطرق الأعراب يلي إلها علاقة بالمؤنث والنسوة مثل شو يعني؟ مثلا مثل جمع المؤنث السالم يلي علامة نصبه الكسر بدال الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم يعني إذا مؤنث سالم لازم يكون مكسور ما بيكفي المجتمع عم بيكسرها كمان اللغة بتعرفي ولا مرة خطرت ببالي يحللها بهي الطريقة؟ وخد هاي كمان تاق الفاعل متحركة بس إذا كانت تاق تأنيف لازم تكون ساكنة ما بيحق لها تتحرك طبعا ما هي محكومة بألف قيد وقيد شلون بدها تتحرك؟ لا ما والله هذا تحليل خطير لك يا أم جوزيف شفت شلون؟ ولسه فيه كمان غير هون مشان هيك بدي أشتغل على الموضوع إيه حبيبتي بس لا تتوقعي إنه فيك تغيري قاعدة عمره مئات سنين بهالبساطة يعني بده شغل قصة هلأ أنت هيك بتفكر أبو فاكر؟ مو على أساس أنت اللي بتآمن بالتغيير يلي بيجي خطوة خطوة ويلي لازم نشتغل عليه حتى لو أحفادنا بدهون يشوفوا النتيجة؟ صح 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 أنا فعلا بآمن بهالشي لما نكون عم نحكي عن التغيير الاجتماعي والفكري والسياسي والثقافي والأخلاقي حتى بس مو لما نكون عم نحكي عن قاعدة باللغة العربية؟ كلهم مثل بعضه أنا رح بلش أشتغل على الموضوع وطالب بالتغيير يلا جاي مرحبا خالي أم جوزيف أهلين حسام خير حبيبي بتسلم عليك يا مامو بتقلك في مجال تشرحي لي هالدرس بالعربي؟ لأنه لما عطانا يا الأستاذ كنت غايب وما فهمته إيه حبيبي تفضل تكره معينك عن شو الدرس؟ عن جمع المؤنث السالم إيه يا أهلة وسهلة اجيت وقال جابك ومن هلأ رح يبلش التغيير ضع مستقبل للولاد جوز كلانا ترجمة نانسي قنقر